بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الجلسة الاعتيادية السابعة لمجلس الوزراء الثلاثة الموافق 13 شباط 2024 اقراروا توصية المجلس الوزاري للطاقة المرقم 24006 لسنة 2024 بحسب الآتي واحد شمول الصلاحية المالية الممنوحة لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط لعقود مشاركة الأرباح الخاصة بالجولة الخامسة وملحقها والجولة السادسة وعقد تنمية الغاز المتكامل المبرم مع شركة توتل إلى 250 مليون دولار اثنيا مراجعة الإجراءات التي تم بموجبها منح لجنة الإدارة المشتركة صلاحية الإحالة والتعاقد بمبلغ 100 مليون دولار وشمول مشروع تهيئة الغاز المتكامل وجولات التراخيص الخامسة وملحقها والجولة السادسة بالصلاحية إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة المرقم 24007 لسنة 2024 بحسب الآتي زيادة الصلاحية المالية للمدير العام لشركة الحفر العراقية إلى 30 مليار دينار لعقد المشاركة المبرم مع شركة المجال للخدمات النفطية الخاص بتلبية احتياج شركة الحفر العراقية في صيانة المعدات الخدمية الملحقة بأبراج الحفر وتأهيلها استثناء من قرار مجلس الوزاري للطاقة المرقم 24008 لسنة 2024 بحسب الآتي واحد شمول عقد شرق بغداد الجزء الجنوبي بقرار مجلس الوزراء المرقم 23169 لسنة 2023 بشأن توصية المجلس الوزاري للطاقة المتضمن المنافع الاجتماعية لعقود جولات التراخيص وإضافة 10 ملايين دولار لمشروعات المنافع الاجتماعية على أن تدور للسنوات اللاحقة في حال عدم صرفها وعدها كلثا بترولية مستردة اثنيا شمول مشروع تطوير حق الارطاوي بتخصيص 10 ملايين دولار سنويا عدا تخصيصات البند التعاقدي 27 إلى 5 لتنفيذ مشروعات المنافع الاجتماعية والبنى التحتية على أن تدور للسنوات اللاحقة في حال عدم صرفها وعدها كلثا بترولية مستردة قرار الموافقة على تخويل وزير التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية صرف الحوافز المتراكمة وغير المصروفة على وفق تعليمات صندوق التعليم العالي رقم 122 لسنة 1999 المعدلة لإنشاء مختبرات مركزية بعد تأييد ديوان الرقابة المالية الاتحادي صحة أرصدت المبالغ المتراكمة لغاية نفاذ التعديل الرابع لتعليمات صندوق التعليم العالي والبحث العلمي رقم 1 لسنة 2023 من أجل تحيئة بيئة ملائمة للبحث العلمي قرار إقرار توصيات محظر الاجتماع المشترك بشأن تمويل مشروعات الدورات المركبة لمحطات المنصورية الغازية الديوانية الغازية خور الزبير الغازية من الصندوق العراق الصيني لأهميتها في تحسين مستوى تجهيز الطاقة الكهربائية وتقليل كلف إنتاج الطاقة وتأثيرها الإيجابي على البيئة الموافقة على ما يأتي 1- زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة إنشاء بناية متعددة الطوابق جي بلاس 2 إنشاء بناية أمن واسط الواردة ضمن مكونات مشروع بناية مديرية أمن واسط المدرج في جداول الموازنة الاستثمارية لجهاز الأمن الوطن العراقي لعام 2021 بنسبة 14.91% بعد التقريب لتصبح 24.91% بدلا من 10% اثنياً زيادة الكلفة الكلية للمكون بمقدار 568.626.800 دينار لتصبح 4.927.221.280 دينار من 4.358.395.480 دينار الثلاثة زيادة الكلفة الكلية للمشروع بمقدار 536.000.000 دينار لتصبح 5.85.000.000 دينار بدلا من 4.549.000.000 دينار وبنسبة زيادة 11.8% بعد التقريب على الكلفة الكلية للمشروع 4. يتحمل جهاز الأمن الوطن العراقي 5. دقة وصحة البيانات والمعلومات كافة المقدمة إلى وزارة التخطيط 6. والمسؤولية عن الأسعار والمواصفات المبينة 7. في كشف أمر الغيار المطلوب 8. ويتحمل مسؤولية معالجة الملاحظات المبينة 9. في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي الموافقة على ما يأتي 1. زيادة مقدار الاحتياط للمكون إنشاء بناية فوج طوارئ الخليج بنسبة 13 فارزة 35% لتصبح 23 فارزة 35% بدلا من 9.99% المدرج كمكون ضمن المشروع الرئيس إنشاء أبنية لقيادة شرطة البصرة عدد 16 2. زيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس المشار إليه في الفقرة واحد آنفا بمقدار 37 مليون ومية وثلاثة ألف ومية وثلاثين دينار لتصبح الكلفة الكلية للمشروع الرئيس 18 مليار و 306 مليون و 469 ألف دينار بدلا من 18 مليار و 269 مليون و 366 ألف دينار 3. تثبيت مخالفة على المحافظة التي قامت باستلام المشروع من الجهة المستفيدة دون استحصال الموافقات الأصولية على زيادة كلفة المشروع وقيام الجهة المنفذة بتنفيذ فقرات أمر الغيار الخاص بتغيير فقرة ترميم السياج إلى فقرة هدم وإعادة إنشاء السياج والذي يتطلب زيادة كلفة دون توقيع ملحق عقد بأمر الغيار المطلوب وتنفيذه دون استحصال موافقة وزارة التخطيط ودون إصدار أمر بذلك مما يتعارض مع الشروط العامة لأعمال الهندسة المدنية بقسميها الأول والثاني وضوابط العمل بأوامر التغيير وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ثنيا لسنة 2014 والضوابط الملحقة بها أربعة تتحمل محافظة البصرة دقة وصحة البيانات والمعلومات كافة المقدمة إلى وزارة التخطيط الموافقة على ما يأتي واحد زيادة مقدار الاحتياط بنسبة 12.1% لتصبح 21.97% بدلا من 9.95% للمشروع الرئيس تنفيذ البنى التحتية للأعمال الماء الكهرباء الاتصالات مع المرحلة الأولى لأعمال البلدية المجاري لإفراز الطوبة والنخيلة الموظفين اثنيا زيادة الكلفة الكلية للمشروع المذكور آنفا بمقدار 15 مليار 478 مليون و231 ألف وخمسمية واثنين وسبعين دينار مما يعاد النسبة 10.72% من كلفة المشروع لتصبح الكلفة الكلية 159 مليار و250 مليون و972 ألف واثنين دينار بدلا من الكلفة المقرة 143 مليار وثمانمية وواحد وثلاثين مليون دينار ثلاثة تعديل اسم المشروع ليكون تنفيذ البنى التحتية للأعمال الماء الكهرباء الاتصالات مع المرحلة الأولى لأعمال البلدية المجاري لإفراز الطوبة والنخيلة الموظفين وإفراز 11 إلى ثمانية بدلا من تنفيذ البنى التحتية للاعمال الماء الكهرباء الاتصالات مع المرحلة الأولى لأعمال البلدية المجاري لإفراز الطوبة والنخيلة الموظفين أربعة التأكيد على محافظة البصرة توخ الدقة في إعداد جداول الكميات للمشاريع والأخذ بنظر الاعتبار التوسعات المستقبلية خمسة تتحمل محافظة البصرة دقة البيانات والأسعار المرسلة إلى وزارة التخطيط الموافقة على ما يأتي واحد زيادة مبلغ الاحتياط لمشروع بناء مدرسة 18 صفا تقليدي في محافظة الأنبار القائم على قطعة الأرض المرقمة ثمانتالاف واحد وثمانين إلى مية وثلاثة وثلاثين ميم إلى واحد وعشرين المدرج مكونا ضمن مكونات مشروع بناء ثلاثين مدرسة ابتدائية سعة 18 صفا في محافظة الأنبار القائم حديثة الفلوجة الرمادي هيت القرمة أزاء التبويب خمسة إلى أربعة إلى واحد إلى ستة عشر بمقدار ستة فاصلة أربعة وستين بالمية لتصبح بمقدار ستة عشر فاصلة أربعة وستين بالمية بدلا من عشر بالمية وضمن الكلفة الكلية للمشروع الرئيس والمكون اثنين تتحمل محافظة الأنبار صحة ودقة البيانات والمعلومات كافة المقدمة إلى وزارة التخطيط الموافقة على ما يأتي واحد زيادة الكلفة الكلية لمشروع استملاك قطعة الأرض المشيدة عليها بناية الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد بمقدار عشر مليار وميتين وأربعة وثمانين مليون دينار لتصبح خمسة عشر مليار وميتين وأربعة وثمانين مليون دينار بدلا من خمسة مليار دينار وبنسبة زيادة ميتين وخمسة فاصلة ثمانية وستين بالمية على الكلفة الكلية للمشروع اثنيا تتحمل هيئة النزاحة الاتحادية دقة وصحة المعلومات والبيانات التي زودت بها وزارة التخطيط ومسؤولية المبالغ المضافة على وفق الأسس والضوابط المعمول بها في دائرة الضريبة ودائرة التسجيل العقاري استنادا إلى القرار القضائي الصادر عن مجلس القضاء الأعلى رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ محكمة بداءة الكرخ الموافقة على ما يأتيه واحد زيادة نسبة الاحتياط لمشروع إنشاء الممر الثاني لطريق كوير أربيل بطول خمسة وثلاثين كيلومتر لتصبح ثمنتعاش فاصلة سبعة وسبعين بالمية بدلا من عشرة بالمية اثنيا زيادة الكلفة الكلية للمشروع ببدلا من 22 مليار و 560 مليون و 670 ألف دينار بنسبة زيادة 7.67% على الكلفة الكلية الثلاثة تتحمل محافظة نينوى دقة وصحة البيانات والمعلومات كافة المقدمة إلى وزارة التخطيط الموافقة على ما يأتي واحد إدراج مكون باسم الأعمال غير المنجزة لمشروع هدم روضة أطفال أبي الخصيب وبناء 18 صفا ثلاث طوابق نموذجي بكلفة كلية 740 مليون و 947 ألف و 275 دينار ضمن المشروع الرئيس بناء ست مدارس و روضتين وهدم وإعادة بناء مدرستين و روضة وبناء صفوف إضافية عدد اثنيا و ورشة لمدارس في أبي الخصيب بكلفة كلية 17 مليار و 599 مليون و 5500 دينار اثنيا زيادة نسبة الاحتياط لمكون الأعمال غير المنجزة لمشروع هدم روضة أطفال أبي الخصيب وبناء 18 صفا ثلاثة طوابق نموذجي بنسبة 24.59% لتصبح 30 فارزة 23% بدلا من 5.79% المتبقي من الاحتياط ثلاثة إدراج مكون باسم الأعمال غير المنجزة لمشروع بناء مدرسة 18 صفا في الحي العسكري بكلفة كلية 428 مليون و 756 ألف و 200 دينار ضمن المشروع الرئيس آنفا أربعة زيادة نسبة الاحتياط للمكون الأعمال غير المنجزة لمشروع بناء مدرسة 18 صفا في الحي العسكري بنسبة 24.73% لتصبح 32.70% بدلا من 7.97% خمسة تثبيت مخالفة على المحافظة بالإعلان والتعاقد على الأعمال التكميلية للمدرستين وبالكلف المبينة في الجدول المثبت في كتاب وزارة التخطيط المذكور آنفا دون الرجوع إلى وزارة التخطيط ستة تتحمل محافظة البصرة دقة وصحة البيانات والمعلومات كافة المقدمة إلى وزارة التخطيط الموافقة على ما يأتي واحد زيادة نسبة الاحتياط للمكون تنفيذ البنى التحتية لأعمال الماء الكهرباء مع المرحلة الأولى لأعمال البلدية والمجاري لإفراز ستة وخمسين القبلة شاملا أعمال مؤسسة الأحرار وعلاو المخضر وإيصال الخدمات إلى مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين بمقدار 4.88% لتصبح 14.87% بدلا من 9.99% زيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس أعمال البنى التحتية لمناطق في مركز محافظة البصرة عدد 17 بمقدار مليار وسبعمية وستة وأربعين مليون وخمسمية وثنين وخمسين ألف وثلاثمية وعشرين دينار لتصبح الكلفة الكلية سبعمية واثنين مليار بدلا من سبعمية مليار سبعمية وستة وثمانين مليون وثمانمية وثمانطعش ألف وخمسمية وواحد وتسعين دينارا وبنسبة صفر فاصلة خمسة وعشرين بالمية من الكلفة الكلية المقرة للمشروع الرئيس لتصبح نسبة الزيادات السابقة والحالية 3.56% على الكلفة الكلية المقرة ثلاثة التأكيد على محافظة البصرة توخ الدقة في إعداد جداول الكميات للمشاريع وأخذ بنظر الاعتبار التوسعات المستقبلية للمنطقة لازدياد السكن وإضافة شوارع جديدة خصوصا وأن المشروع مدرج عام الفين وعشرين وخاضع للضوابط الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم اثنيا لسنة الفين واربع عشر أربعة تتحمل محافظة البصرة دقة وصحة البيانات والمعلومات كافة المقدمة إلى وزارة التخطيط الموافقة على ما يأتي واحد زيادة نسبة الاحتياط للمكون إعادة دراسة وتعديل التصاميم المعدة وتنفيذ شبكات ومحطات مجاري مياه الأمطار والثقيلة مع الخطوط الناقلة مع إنشاء مشروع معالجة للمجاري الثقيلة وفقا للمعايير العالمية المعتمدة في قطاع المجاري مع تبليط وإكساء وأعمال القالب الجانبي والأرصفة للشوارع الداخلية في التصميم الأساسي في قضاء شط العرب بمقدار 10.5% لتصبح 21.91% بدلا من 9.85% والمنفذة بصلاحية المحافظة اثنياً زيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس دراسة وتصاميم وتنفيذ شبكات ومحطات مياه أمطار ومياه ثقيلة مع الخطوط الناقلة ومحطات معالجة للمجاري الثقيلة وأعمال البلدية عدد 15 في خور الزبير أبي الخصيب أمقصر شط العرب الهارثة عز الدين القرنة الشرش المدينة الثغر مركز المدينة بمقدار 9 مليار 957 مليون 836 550 دينار لتصبح 1 تريليون و 187 مليار و 264 مليون و 914 042 دينار بدلا من 1 تريليون و 177 مليار و 307 مليون و 77 ألف و 492 دينار وبنسبة زيادة 1.21% من الكلفة الكلية المقرة ليصبح مجموع نسبة الزيادات السابقة والحالية 44.78% من الكلفة الكلية المقرة للمشروع الرئيس 3. التأكيد على محافظة البصرة توخد دقة في إعداد جداول الكميات للمشاريع وأخذ بنظر الاعتبار التوسعات المستقبلية 4. تتحمل محافظة البصرة دقة وصحة البيانات والمعلومات كافة المقدمة إلى وزارة التخطيط الموافقة على ما يأتي 1. زيادة مقدار الاحتياط بنسبة 3.55% لتصبح 27.75% بدلا من 24.20% لمكون 2. تنفيذ شبكات ومحطات مجاري 3. مياه الأمطار الثقيلة 4. وتبليط وإكساء شوارع في مركز ناحية سفوان 5. ضمن المشروع الرئيس 6. تبليط وتنفيذ شبكات مياه الأبطار في 7. الثغر 8. القرنة 9. عز الدين سليم 10. الدير 11. الفاو 11. شط العرب 12. المدينة 12. الإمام الصادق 12. سفوان 13. أمقصر 13. الثنيا زيادة الكلفة الكلية بمقدار 647.711.864 دينار للمشروع المذكور في الفقرة واحد آنفا لتصبح الكلفة الكلية 168.579.800.864 دينار بدلا من 167.932.089 دينار وبزيادة مقدارها 0.38% على الكلفة الكلية المعدلة وبمقدار 4.14% على الكلفة المقرة 3. تثبيت المخالفة على محافظة البصرة التي قامت باستلام المشروع من الجهة المستفيدة دون استحصال الموافقات الأصولية على زيادة كلف المشروع نتيجة أمر الغيار الناتج عن كشف الأضرار والاندثارات مما يتعارض مع الضوابط الخاصة باستئناف العمل للمشاريع التي توقفت استنادا إلى قراري مجلس الوزراء 347 لسنة 2015 و 170 لسنة 2019 حيث تم التثبيت فيه على عدم استئناف الأعمال لحين حسم موضوع الأضرار والاندثارات 4. تتحمل محافظة البصرة مسؤولية الأوليات كافة المقدمة إلى وزارة التخطيط شكرا